قال المرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان إن من تكتب لهم النجات من غارات الاحتلال المتواصلة على قطع غزة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والنقص الحاد للأدوية في وقت تتفش فيه الأوبئة بشكل خطير في القطاع المرصد في بيان له ثلثاء أدن بأشد العبارات منع وتقيد سلطات الاحتلال إيصال الأدوية إلى المستشفيات والصيدليات في القطاع معتبرا ذلك حكما بالموت على آلاف الجرحى والمرضى وجزءا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية وفق تعبيره ونقل المرصد الأرومتوسطي شهادات لمسؤولين طبيين وصيدليين تتحدث عن معاناة المرضى في القطاع وتفاقمها بقدر غير مسبوق إنما يدخل قطاع غزة من مساعدات طبية شحيحة عبر معبر رفح أغلبه أدوية تخدير وأخرى مخصصة للعملية الجراحية وما بعدها من دون أن تحتوي على أدوية لعلاج الأمراض المزمنة وحالة مراضية أخرى نحذر من أنه دون الأدوية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى سيموت عشرة آلاف المرضى في قطاع غزة ببطء وبشكل مؤلم